قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مديري الموانئ والأرصفة والمنافذ في أم قصر جنوب البصرة أنه لا سلطة أعلى من الدولة والفساد لا مكان له وكان رئيس الوزراء وصل ميناء أم قصر الشمالي خلال جولته في البصرة التي زارها اليوم وعقد اجتماعا في ميناء أم قصر الشمالي ضم محافظة البصرة ونائبة قائد العمليات المشتركة وقائد شرطة البصرة ورئيس هيئة المنافذ ومدير عام الموانئ ومدير الجمارق الجنوبية ومدير ميناء أم قصر الشمالي